بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى أنا اللي بالأمر المحالغ توا شفت الأمر نطيكلي فوق في الهوى طلتوا ما طلتوش إيه يهمني مدام بالنشوى قلبي ارتوا يحكى أنه في زمان صرمدي لا بداية ولا نهاية له كان السيمرغ ولا شيئا معه سلطانه عظيم ملكه واسع تكشعر منه الأبدان دار بين الطير حديث لا ندري كنه جعلهم يطلبون غاية واحدة هي الوصول لحضرة السامرغ الأعظم منهم من هلكوا في واديهم قبل أن يغادروا من العجز واليأس والاستسلام ومنهم من هلكوا من حبهم للحبوب والحياة المطرفة ومنهم من هلك من وهج الشمس أو من إرهاق الطير وظلوا يطيرون لسنوات وسنوات ويرتفعون وينقفضون في السماء فنى الكثير منهم قابلتهم عقبات وصعوبات سنعلمها واحدة واحدة هذه الصعوبات جعلتهم يكتشفون الكثير عن أنفسهم ومعاد تكونت منها أنفسهم سنعرف ذلك فيما بعد إلا أن ثلاثون طيرا قد وصلوا إلى مكان مزدحم بالكواكب المتلألئة والشموس الزاهرة والأضواء الصاطعة وقابلوا طيرا كبيرا وضخما لا تحتويه الأعين هو حاجب السامرغ واسمه مروان وأخيرا لم يتقدم هناك إلا نفر قليل من مئات الألوف وصل السلاسون وقد عدموا الأجنحة والريش وألم بهم الوهن والتعب وصلوا محطم القروب فاقد الأرواح سقيم الأجساد قروا الحضرة دون وصف أو صفة وجد الجميع عددا وفيرا من الشموس المعبرة ورأوا عددا من الأقمار والنجوم الزاهرة فوقعوا جميعا في حيرة قتلت بعضهم وقالوا لقد قطعنا الأمل من أنفسنا ولم نقطع الأمل من الهدف المنشود وإن كانت مئات العوالم مجرد زرة من طراب هناك خوف إن وجدناه أصابنا العدم أيها القوم عودوا إلى رجدكم عودوا من حيث أقبلتم من أجل أي شيء جئتم إنها حضرة مستحيلة حضرة مستحيلة أنتم جهلة وحفنة من العجزة إنه السلام رغله السلطان المطلق الدائم ومآت الألوف من العوالم والأكوان مليئة بالجند والخدم والحشم ما أنتم إلا أقل من مملة على باب هذا السلطان الأعظم ولن تصلوا إلا إلى الألم والزحير فعودوا أدراجكم أيها الجمع الحقير لقد وجدنا السيامرغ لقد وجدنا السيامرغ ألا تفهمون فما كانت رحلتنا إلا المنتهى وما كنا إلا سلسون أو سيامرغ واللغة الفالسية الفصحة شكرا 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 شكرا